موسيقى هو ورد الفعل الشابي ما يسمى بالمقاطعة أو ما يسمى بالتوجهات التي كانت داخل وسائل الاتصال الاجتماعي وهذا سلوك المدني مهم جدا يعبره عن نوجهين عالي من طرف الشب المغربين يعبره عن نوع من الحوار لأنه آخر المطاف المواطنين منحقوا يقطع البضاء منحقوا يرفضها البضاء منحقوا يعتبر هذه البضاء غالية التمن منحقوا ينتقد الوجهات السياسية منحقوا ينتقد القوة المالية في المغرب والحكومة تلعب الدور ديال الوسط وديال الخلق والتوازن بين هاتين الفصيلين أي الرأس المال والمواطنين غياب الحكومة يزيد في الأزمة وجود الحكومة كطرف في هذا المشكل يزيد في الأزمة لذلك فما قام كما به المغاربة والمواطنون ينم عن وعي اجتماعي واقتصادي وسياسي عالي أنا أشيد به ليست هناك أي مساس بالسلامة البدنية والجسدية للمواطنين ليست هناك أي مساس بالسلامة الاقتصادية ديال البلاد وأن هناك تعبير عن رفض وهذا حقهم ومن حقهم واجب أن يتم حماية دستورية ما أطرني هو بعض الكلمات التي استعملت حق المواطنين المواطنين رهما الأصل المواطنين هو مصدر السلطة المواطنين هو مصدر القرار رحنا يغرق النبوع لهم نحو أن موت لي الأمة ولسنا الأمة بذاتها وبناء عليه أنا أعتقد بأنه هذه الكلمات التي استعملت فيها نوع من المساس بالدور ديال المسؤول السياسي وفيه المساس بطبيعة الأخلاق التي يجب أن تتعامل مع المسؤول السياسي مع المواطنين لكن هناك توضيف سياسي حينما استعملت كلمات الكلمة الشهيرة التي خرجت من مسؤول مالي كبير في البلد والتي اسمها فكرني في الكلمة التي قالها ذاك المداويخ هي كلمة استعملها بن كيران من صنع بن كيران استعملها بن كيران فكانت هناك إشارة ضمنية لاتهام من طرف فصيل داخل الحكومة إلى فصيل آخر داخل الحكومة معناها المداويخ هذين كانوا يتعطبنا الكتائب الإعلامية ديال بن كيران هم الآن الذين يقودون الحرب على التشمع الوطن الأخرى وهي واحدة حكومية هذا يعني أن هذه الحكومة تعيش نوعا من تفسخ تدخل وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان أمر كذلك إذا كان عدم ثقة وإذا كانت الاتهامات متبادلة وإذا كان هناك اتهام مباشر من حزب إلى حزب هذا يعني أن هناك أزمة سياسية ناتجة عن أزمة الاقتصادية ناتجة عن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أنا فرح جدا أولا أنا أدعم هذا التوجه داخل التواصل الاجتماعي أنا أدعم من حق المواطن المغاربة أن يعبروا عن هذا الموقف ومن حقهم أن يقاطعوا ومن حقهم أن يعبروا عن مواقفهم وتمت بإحتراض بتقدير كانت بعض الزلاقات التواصل الاجتماعي وكانت طبيعي جدا ولكن المغاربة عبروا عن وطنية عالية عبروا عن بعين سياسي عالي وأن الذين يصفهم تلك الأفصاف مثل القاطية أو غير ذلك وهم الفاشلون السياسية لا تنسى تابعنا فلاشين وتأكتب بالجرس لكي يوصل لك جديد الفيديوهات من هزبريس